السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثامن سنبدأ اليوم بشرح موديول ثري من كتاب الطالب هذه الوحدة بعنوان ما هو البطل بسم الله نبدأ قبل أن تبدأ انظر للصور من هم هؤلاء الأشخاص ماذا تعرف عنهم في الصفحة الأولى لدينا هذا الشخص وبجانبه جبال وعلم الأردن الصورة الثانية هي صورة لاعب كرة قدم الثالثة لعالم من هم هؤلاء الأشخاص الأول هو أي بطل يمكن استخدامها لوصف أنواع مختلفة من الناس إذن الأنواع المختلفة من الناس يمكن أن يكون رياضيون أو أبطال أفلام نجوم أفلام أنت معجبون بهم أشخاص مشهورون من أجل قدرتهم لإستخدام التغلب على تغلب على تغلب على تغلب على تحديات بطل قصة إذن هذه هي تصنيفات الناس المميزين الذين يمكن أن نقول عنهم أبطال إذن التعريفات غير مستخدم لنستمي أمان إذن مصطفى سلامة هو متسلق جبال أردني وصل إلى قمة العديد من الجبال بما في ذلك الجبل الأعلى أو القمة الأعلى جبل أفريست لقد كان غير قادر على الوصول إلى القمة في أول مرتين عندما حاول ذلك لقد كان صادقا بخصوص هاتين المحاولتين الفاشلتين وكان أيضا شجاعا ليحاول للمرة الثالثة هذا المتسلق المركز والمخلص مخلص ذي مهمته أو عمله ديكاة تمت مكافأته من أجل جهوده عندما تسلق بنجاح جبل أفريست في إنديبندنس استقلال إنديبندنس دي يوم الاستقلال الأردني أو يوم استقلال الأردن في عام 2008 الشخصية الثانية معما إنديدن زيدان في اللعب من أجل الفريق الفرنسي الرابح في العام 1998 الذي فاز بـ World Cup كأس العالم وـ and the 2000 European Championships والبطولات الأوروبية في العام 2000 He was clever and creative in the game لقد كان ذكيا ومبدعا في اللعبة and is now known as one of the greatest players of all time وهو الآن معروف كواحد من أعظم اللاعبين في جميع الأوقات He is also a moral person هو أيضا شخص أخلاقي who does lots of work for charity والذي يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية In 1999 في العام 1999 The Egyptian scientist أحمد حسن زويل العالم المصري أحمد حسن زويل received the Nobel Prize for Chemistry طلق جائزة نوبل للكيميا He was inquisitive and intelligent كان فضوليا وذكيا Inquisitive فضولي Intelligent ذكي From a young age منذ سن صغيرة And he used this to overcome many challenges وقد استخدم هذا للتغلب على العديد من التحديات Very few people have the brilliance to win a Nobel Prize القليل جدا من الناس القليل جدا من الناس لديهم الفطنة أو الذكاء للفوز بجائزة نوبل أو لكتابة أكثر من 500 مقالة في ثلاثة سنوات إذن كانت لدينا الشخصيات الثلاثة الشخصية الأولى مصطفى سلامة وهو متصلق جبال أردني زين الدين زيدان لاعب كرة عالمي أحمد حسن زويل عالم كيميا مصري وكان السؤال أن نصنف هذه الشخصيات وفقا لهذه التعريفات بالنسبة لمتسلق الجبال الأردني يمكن تصنيفه من الأشخاص الشهيرين لقدرتهم على التغلب على الصعاب ولاعب كرة القدم زين الدين زيدان نصنفه مع سبورتس من والعالم المصري نصنفه مع الأشخاص أيضا الشهيرين للفوز بالتحديات أو التغلب عليها اقرأوا الكلمات في الأسفل حاولوا معرفة معانيهم هذه الكلمات مرت معنا في الفقرة السابقة كلمة brave تعني شجاع moral أخلاقي أو على خلق honest شريف أو صادق focused مركز dedicated متفاني أو مخلص clever ذكي creative مبدع great عظيم inquisitive فضولي exercise 3 listen to the descriptions again استمعوا للوصف ثانية then say which of the adjectives from exercise 2 describe each person according to the speakers ثم قولوا أي من الصفات من التمرين الثاني تصف كل شخص وفقا للمتحدثين الإجابات مصطفى سلامة متسلق الجبال الأردني وصف بأنه brave and focused شجاع ومركز أي يركز على هدفه زيندين زيدان لاعب كرة القدم وصف بأنه creative مبدع and moral أخلاقي أحمد حسن زويل عالم الكيميا وصف بأنه inquisitive فضولي and intelligent ذكي exercise 4 in a group ضمن مجموعة make a list of heroes and heroines heroines بطلات heroes أبطال corresponding to the three categories in exercise 1 مقابلة للتصنيفات الثلاثة categories تصنيفات في التمرين واحد then describe them to the class using the words in the box to help you ثم صفها للصف باستخدام الكلمات من الصندوق لمساعدتك كانت لدينا في التمرين الأول هذه التصنيفات الثلاثة رياضيون أو أبطال أفلام أشخاص مشهورون لتغلبهم على الصعاب بطل من قصة إذن هنا عليكم أن تختاروا أبطالا وبطلات مقابلة للتصنيفات في التمرين واحد وتصفوها كمثال زيندين زيدان was a great footballer كان لاعب كرة قدم عظيم the way he played was very clever and creative الطريقة التي لعب بها كانت ذكية جدا ومبدعة إذن هذه الإجابة متروكة لكم page 24 a true hero بطل حقيقي before you start قبل أن تبدأ look at the family photo لدينا هذه صورة العائلة why do you think the boy is wearing a police helmet لما تعتقد أن الفتاة يرتدي قبعة الشرطة why do you think the photo of the family is put in a newspaper article لما تعتقد أن صورة العائلة وضعت في مقالة في الصحيفة سنعرف ذلك بعد قراءة المقالة reading strategies استراتيجيات القراءة headlines headlines العناوين headlines in English speaking newspapers العناوين في الصحف التي تتحدث أو الناطقة بالإنجليزية English speaking ناطقة بالإنجليزية are difficult صعبة إذن العناوين في الصحف الإنجليزية صعبة because they don't use normal capitalization or punctuation لأنها لا تستخدم capitalization الأحرف الكبيرة في الكلمات أو punctuation علامات الترقيم العادية they miss out words miss out words ينقصون من الكلمات and they use difficult vocabulary ويستخدمون مفردات صعبة make a full sentence from the headline كون جملة كاملة من هذا العنوان كمثال لدينا عنوان في صحيفة العنوان يقول 10. injured in M1 horror crash 10. مصابون في تحطم رعب M1 هذا العنوان الذي كتب في الصحيفة ماذا قرأنا أنهم لا يستخدمون أحرف كبيرة بشكل طبيعي أو اعتيادي ماذا صنعوا هنا لقد استخدموا جميع الأحرف بالكابتل لتر جميعها كتبات أحرف كبيرة معنى هذا العنوان بالكتابة الطبيعية سيكون 10. people were injured in a horrible car crash on a motorway called the M1 10. أشخاص أصيبوا في تحطم سيارة مريع في motorway الطريق السريع الذي يدعى M1 إذن لاحظوا في العنوان تم اختصار العديد من الكلمات لم تذكر كلمة where ولا كلمة people وتم اختصار الإشارة إلى الطريق السريع الذي يدعى M1 إلى M1 مباشرة بدون شرح ما هو أقرأ المقالة هل هذه الجمل صحيحة أو خاطئة؟ سنعرف ذلك بعد قراءة المقالة عنوان المقالة 7 years old saves family from attackers 7 years old تشير إلى طفل طفل في السابعة من عمره ينقذ العائلة من المهاجمين لاحظوا هنا اختصار العنوان لم يذكر أنه صبيص العنوان كتب بشكل مختصر هذا اسم المكان الذي حدث فيه الخصة مارج في شهر آذار في العاشر من شهر آذار ماذا حدث؟ 7 year old boy ولد بعمر السابعة شارلز رابينز اسم الولد stopped some rubbers at home أوقف بعض اللصوص رابر لصوص في المنزل 8 year old boy while the rubbers were threatening his parents بينما كان اللصوص يهددون threatening يهددون والديه he locked himself in the bathroom أغلق على نفسه locked himself أغلق على نفسه في الحمام with his little sister مع شقيقته الصغيرة and called the police واتصل بالشرطة you can hear the conversation in a copy of the police tape تستطيع سماع المحادثة في نسخة من شريط الشرطة أي المحادثة التي جرت بين الولد والشرطة the boy talked about his frightening experience الفتاة تحدث عن experience تجربة frightening مرعبة two news reporters لي reporters صحفيوا الأخبار this afternoon في فترة بعض الظهر while he and his little sister were playing in the garden بينما هو وشقيقته الصغيرة كان يلعباني في الحديقة the boy realized something unusual was going on أدرك realized الفتاة أن شيئا unusual غير طبيعي أو غير اعتيادي كان يحدث كان يواجهاني كان يواجهاني كان يواجهاني their guns their guns سلاحيهما put up يرفعانها للاعلى and their heads down ورأسيهما للأسفل I grabbed mom's phone أمسكت بهاتف أمي took my sister and ran to the bathroom أخذت أختي وركضت إلى الحمام I locked the door locked أغلقت أغلقت الباب and I phoned the police واتصلت بالشرطة While he was talking to the police بينما كان يتحدث إلى الشرطة one of the rubbers broke down the door أحد اللصوص كسر الباب and grabbed the phone وأمسك الهاتف When the boy told them he was speaking to the police عندما أخبرهم الولد أنه كان يتحدث للشرطة the the rubbers escaped اللصوص هربوا escaped هربوا They didn't injure anyone لم يصيبوا أحدا and they didn't take any property ولم يأخذوا أي property ممتلكات During the news conference أثناء المؤتمر الإخباري أو الصحفي the boy conference The boy was wearing a police helmet الصبي كان يرتدي خوذة شرطة that the police gave him for being brave أعطوه إياها الشرطة لكونه شجاعا قلنا brave شجاع بعد قراءة المقالة علينا أن نقرر هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة الجملة الأولى Charles noticed something was happening at home Charles لاحظ أن شيئا ما كان يحدث في المنزل هل هذا صحيح أم خاطئ؟ قرأنا في المقالة أنه فعلا لاحظ أن شيئا يحدث في المنزل فهذه الجملة true The boy ran to the kitchen and saved his parents from the robbers الصبي ركض إلى المطبخ وأنقض والديه من اللصوص هذا غير صحيح لقد قرأنا أنه ran to the bathroom C The robbers took a computer اللصوص أخذوا حاسوبا أيضا هذه الجملة false لقد قرأنا أنهم لم يأخذوا شيئا D The police gave the boy a helmet because he was courageous الشرطة أعطت الصبي خوذة لأنه كان شجاعا إذن الإجابات مكتوبة الجملة الأولى true صحيحة When he was playing in the garden he realized something unusual was going on B false خاطئة لماذا؟ لأن the boy ran to the bathroom وليس to the kitchen and phoned the police واتصل بالشرطة C false أيضا خاطئة لأن the robbers didn't take any property The true صحيحة Charles was wearing a police helmet كان يرتدي خوذة الشرطة that the police gave him for being brave والتي أعطته إياها الشرطة لكونه شجاعا